هرمون الإنسولين بيخزن دهن نحن متفقين على هالكلام طب ليش لعبين بناء الأجسام بيستخدموه؟ خلوا نتعلم السلام عليكم ورحمة الله كيفكن يا جماعة شو أخباركن شو عاملين إن شاء الله بخير محمد منافذ وفايفو كوتش أهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد من فقرة أسئلة المتابعين أسئلة المتابعين هي الفقرة اللي بأخذ فيها أسئلة حضراتكن وبحاول إختار الأسئلة العامة والشاملة مشان وقت اللي يجاوب علي أكبر عدد من الناس إن شاء الله تستفيد لو عندكم أسئلة خلوها في التعليقات أو لو في أسئلة في التعليقات عم تشوفوها بتهمكن اعملوا لابوسة وليكات خليني يشوفها مشان جاوب علي وأكبر عدد من الناس إن شاء الله تستفيد سؤال اليوم هو عبارة عن استفسار من أحد الأصدقاء عم يسأل على موضوع أنه طالما الإنسولين بيسبب هدم للعضلات أو بيسبب زيادة دهون مثل ما بنعرف نحن زيادة دهون إلى علاقة في هدم العضلات نوعا ما فليش نحن بنستخدمه كلاعبين كمال أجسام وليش الناس اللي عنده السكر وبتستخدم الإنسولين بشكل مستمر ما بيبنوا عضلات تمام فإذا السؤال بشكل عام أنه طالما نحن بتقولولنا أنتوا كمداربين وبتقولولنا نحن في بادي بيلدين في كمال أجسام أن الإنسولين اللاعبين بيستخدموا لبناء العضلات ونحن بنعرف أنه بيزيد دهون فليش عم نستخدمه طيب يا جماعة خلوني أشرح لكم شوي عن الإنسولين مشان يتم يعني مشان قدر الإمكان بسط هالفكرة هاي الموضوع الأول اللي بدي أحكي فيه هو موضوع إنه شو هو هذا الإنسولين هل هو يا تارى فعلا بيخزن دهون ولا بيساعد فعلا في بناء العضلات مثل ما بنحكي نحن في بادي بيلدين أول شي يا جماعة الإنسولين مشان مشان اشرح لك يا بأبسط طريقة ممكنة بدي ياك تفكر فيه على أنه تتخيل الإنسولين تتخيل هرمون الإنسولين اللي من اسمه هو هو هرمون التخزين هو هرمون بيساعد كتير على التخزين فبدي منكن أنه تتخيلوا أمر تخيل باس فاضي باس اللي الناس بتطلع فيه الباس هذا فاضي تماما اوكي تخيل هرمون الإنسولين على أنه هذا هو الباس طيب الباس هذا لو حطيت فيه مثلا موظفين بنك معين حينقلك الموظفين من مكان سكنهم للبنك لو حطيت فيه مثلا عمال بناء حياخذ لك ياهن للعمال بناء من السكن لموقع البناء لو حطيت فيه مثلا ناس عاديين مثلا خلينا نقول ناس بيروحوا بيداوموا بشركة اتصالات حياخذ لك ياهن من أماكن سكنهم لشركة الاتصالات الباس هذا هو عبارة عن عامل للنقل شو ما تحط فيه رح يوصل لك تمام؟ فبدي منكن تتخيلوا الإنسولين نفس الفكرة تماما الإنسولين هو ستوريج هرمون هو هرمون تخزين فانت هلا بيعتمد عليك الأمر شو بدك تخزين؟ بالتالي وقت اللي أنا بدي أخذ إنسولين بعد التمرين مباشرة هو واحدة من الأوقات اللي شائع الناس تستخدم فيها إنسولين بعد التمرين مباشرة وقت اللي أنت تاخد إنسولين بعد التمرين مباشرة واتكل كربوهايدرتس فأنت شو عم تعمل؟ أنت عم تأخذ الكربوهايدرتس هي وتعطيها لجسمك وتعطي جسمك انسولين كأنك عن تقول لجسمك إنو اخذ هالكربوهايدرتس هي خزينها بالعضلات نحن ليش هيك بنعمل ل Chi relação بنخلي الكربوهايدرتس سيتhelوم على العضلات نحن بنعرف أن البروتين مفيدة للعضلات صحيح البروتين مفيد للعضلات في إعادة بناء الخلايا العضلية اللي تم هدمها البروتين مكون من أحماض أمنية الأحماض الأمنية هي مثل ما يسموها الـ Building Blocks هي أحجار البناء للعضلات فلذلك البروتين أساسي ولكن لماذا نأخذ كربوهيدرات؟ لأن الكربوهيدرات تعوضنا شيء ثاني اللي هو الـ Glycogen الـ Glycogen اللي هو الكربوهيدرات اللي مخزنة في الكبد والعضلات فأنت بعد الحصة التدريبية وقت اللي تخلص تمرين تخلص النادي تبعك بيكون جسمك استهلك الكربوهيدرات اللي في العضلات كلها ياتا ومحتاج تعمل شيء بيسموه Glycogen Replenishment هذا الاسم Glycogen Replenishment معناها إعادة بناء الغلوكوز في العضلات فأسرع طريقة أنه تروح تاخد أنسولين وتروح تشرب كربوهيدرات بعده مثلا كربوهيدرات سريعة أو تاخد شيء سكر مثلا تمر موزة تفاحة أي شيء المهم مصدر كربوهيدرات سريع مشان يفوت في مجرى الدم بسرعة والأنسولين بيوصل لك هالكربوهيدرات هاي بسرعة من المجرى الدم للعضلات فهذا هو باختصار طريقة عمل الأنسولين نحن مشان هذا السبب بناخده فأنت وقت اللي عم تاخد كربوهيدرات هلأ بيجي واحد بيقول لي أنه الكربوهيدرات ما لا داعي في البناء ما لا عمل في البناء البروتين هو العامل الأساسي في البناء صحيح صديقي البروتين هو الـ Building Blocks أنا عم قل لك البروتين هو حجر الأساس في بناء العضلات ولكن العضلات ما بتكبر عن طريق بناء البروتين فقط الخلايا العضلية بتنبني عن طريق البروتين ولكن العضلة نفسها ما بتلاقي فل وكبيرة وحلوة ومليانة إلا وقت اللي يكون فيه كربوهيدرات كفاية مخزنة جوات العضلات وبالتالي بتشوف الناس لها السبب بتشوف الناس اللي عم تعمل دايت أو كيتو دايت أو مثلا دايت لفترة طويلة أو بيعمل كارديو كتير أو بشكل أو بآخر عم يستهلك الكربوهيدرات كتير بتلاقي العضلات تبعه صغيرة وفلات ومانة منفوخة ومانة حلوة تمام فإذا هذا هو السبب الأساسي يلي بيخلي لعبين كمال الأجسام تستخدم الأنسولين طيب هلأ السؤال أنه طيب الأنسولين بيخزن دهون صحيح مثل ما حكيت لك تماما كيف بيخزن الأنسولين دهون لازم تعرف الطريقة أنه كيف الأنسولين ممكن يخزن لدهون مشان تتجاوز هالنقطة الأنسولين يا جماعة بيخزن دهون عن طريق شغلتين أساسيتين وقت اللي تتناول أكتر من حاجتك بعد التمرين تتناول أكتر من احتياجك من الكربوهيدرات أو كربوهيدرات البسيطة أو السريعة أو الكربوهيدرات معقدة ولكن تتناول أكتر من احتياجك الطريقة الثانية هي أنك وقت اللي دايت طبعك خلال اليوم كامل يكون زايد عن احتياجك وتجي أنت تاخد أنسولين فالزيادة عن احتياجك هاي الأنسولين رح ياخدها ويخزنها على شكل دهون متوزعة حول الجسم ما رح يخزنها في العضلات رح يخزنها دهون موزعة حوالي الجسم تمام يا جماعة فإذا هذا هو الأمر اللي محتاجين إنكم تفهموه محتاجين إنكم يعني تتفادوه مشان الجسم ما يعمل دهون كتير أوكي طيب تم سؤال أخير أنه ليش هلأ للناس العاديين اللي عندهم سكر وبياخدوا إنسولين ما بيبنوا عضلات أوكي سؤال حلو كتير نحن يا جماعة البناء العضلات عنا أسم لثلاث عوامل أساسية تمرين تغذية راحة طيب الناس اللي عنده السكر الأساسيين الاثنين ما عندهم هالأمر لا عندهم تمرين اللي هو بيسموه ستميولنت اللي هو الدافع لأنه العضلات تبني حاله والعامل الثاني اللي هو التغذية كمان ما عندهم لا بيكون فروتين كفاية لا براته هو شخص عادي بس سبحان الله يعني الله يشفي عنده عنده السكري فبياخد الإنسولين بسبب أنه عنده السكري فهو ما رح يبني عضلات لأنه أساسا تغذيته غلط ما عنده تغذية صحيحة وتانيا ما بيروح على النادي ما بيتمرن فلذلك ما رح يبني عضلات يعني اتجواب بهالبساطة واضح واضح يعني طيب هلأ الموضوع الأخير يا جماعة اللي أنا بدي نبه عنه هل أنا بنصح باستخدام الإنسولين بصراحة لا لسببين أساسيين أولا يا جماعة الإنسولين هو صحيح أنه من أأمن الهرمونات الإنسولين من أأمن الهرمونات إذا بتستخدمه صح أوكي ولكن ولكن الغلط الوحيد في الإنسولين ممكن يكون قاتل يا لطيف أوكي أنت ممكن تستخدم إنسولين لفترة طويلة وما تأذي حالك نهائيا ولكن ممكن غلط واحد تساويه في الإنسولين ممكن يأذيك لا قدر الله وممكن يعني بعيد الشرع عنكم ممكن يتسبب بالوفا فلذلك اللعب مع الإنسولين أمر مؤمن وسهل نهائيا طيب بالسبب الثاني اللي أنا بشوف أنه ما في داعي تستخدم إنسولين والله أعلم فيه ناس كتير بتختلف معي بها الأمر هو أنه بعد التمرين إذا أنت محتاج تاخد الإنسولين بعد التمرين إذا أنت حتاخد الإنسولين فقط حصراً بعد التمرين أريدي عنده القابلية أنه يخزن الجلايكوجين في العضلات فليش تروح تاخد إنسولين مشان هالسببين يا جماعة أنا بشوف أنه ما في داعي تستخدموا إنسولين وما بنصحكم باستخدامه تمام يا جماعة بتمنى الفيديو يشرح الفكرة بشكل واضح مشكورين على المتابعة وبتمنى منكم أنه عفوا تفعلوا زر الجرس تنشروا الفيديوهات لأنه كتير كتير نازلين الفيوز بالقناة ما بعرف شو اللي عم يصير فياريت تساعدوني ترجع شوي ترتفع الفيوز بالقناة بتشكركم كتير يا جماعة مشكورين على المتابعة وبالتوفيق